حبيبي يا رسول الله وعشقي يا نبي الله صلاة وسلام الله عليك يا حبيب الله فسبحان الذي أجرى شعاع الشمس والأفلاك وسبحان الذي أعطى من الإعجاز ما أعطاك فإن الخير في مسراك ونفسي ترتجي لقياك هذا البرنامج برعاية مؤسسة المهند للأعمال الخيرية صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بحضراتكم في برنامج قدوتنا هذا البرنامج الذي نستخرج منه من حياة الأنبياء قدوة ولبنة كل ليلة وكل يوم وفي النهاية نزين البناء الإنساني والصرح الشامخ العظيم بسير الإنسانية صلى الله عليه وسلم أرحب مع حضراتكم بضيفي الجميل والجليل فضيلة شيخ الوقور يسري محمود عزام أهلا وسهلا يا مولانا أهلا سيدي شيخ أهلا وسهلا وأرحب بحضراتكم أيضا على أن تناول اليوم لبنة العفة والتي بناها جميع الأنبياء وبناها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتعالوا بنا نتعلم كيف نبني العفة وهذا الخلق المهم في حياة الشباب والمجتمع يأتي في مقدمة ذلك أنبياء الله ورسله ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم عفوا الناس وأطهر الناس على الإطلاق أنبياء ربنا سبحانه وتعالى هم مضرب المثل في العفة والطهارة والنزاهة والأمانة لأنهم حملت الرسالة وأمناء على الوحي واصطفاهم الله تبارك وتعالى فظهرت حكمة الله جل وعلا فيهم حينما قال الله أعلم حيث يجعل رسالة في بداية الحلقة دي لازم أركز على سيدنا يوسف عليه السلام والحقيقة أنا خصصت برنامج أبلي كده اسمه خليك يوسف عن سيدنا يوسف مولانا لما نحب نتكلم عن العفة والتعفف لازم نتكلم عن سيدنا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقت فأثره وقت فأثره إلى يوم الدين أما بعد إذا ذكرت العفة ذكر نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا السلام سيدنا يوسف أعطي شطر الجمال الله ونبينا أعطي كل الجمال صلى الله عليه سيدنا يوسف امرأة العزيز جن جنونها من جماله صحيح وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يا سلام لقد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ده في هنا مظهر من مظاهر العفة العالية لأنه إحنا لنا أن نتصور الإغراءات اللي حصلت لسيدة يوسف في المرحلة دي المعروف يا مولانا أنه كل الناس دائما الرجل هو الذي يراود المرأة صحيح وليل جدا 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 أنه يحصل العكس والمرأة هي التي تراود الرجل فالمعلوم في قصة يوسف أن المرأة امرأة العزيز هي التي راودت يوسف عن نفسه آه تراود عن نفسه عن نفسه لقد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين نرى في تعبير القرآن الدقيق فجابت النسوة بتوع المدينة لهم تعالوا أنتم تلومونني في حب يوسف اجلسوا ويعني لما جمعت النسوة فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم هنا سائل هيسألني ويقول لي طب ما أنت بتقول من شوية إن سيدنا يوسف أعطيه شطر الجمال والنساء افتطنت به طب ما سيدنا النبي أعطيه كل جمال ليه النساء لم تفتتن بسيدنا النبي قالوا إيه ذا يا مولانا قالوا لأن جمال يوسف لم يكس بالجلال أما جمال سيدنا النبي فكسي بالجلال والجمال والوقار عليهم الصلاة والسلام ثاني إغراء قدم لسيدنا يوسف مولانا إنه كان في بيت امرأة العزيز نعم وروادته التي هو في بيتها يعني الستها اللي عارفة ما داخل البيت والمتارج وإزاي تقفل وتحكم الغلق حتى قالوا غلقت الأبواب ثالث حاجة إنه سيدنا يوسف كان كثير الرؤية بيراها كثيرا وهي تراه كثيرا لأنه في بيتها ولم يكن في حي آخر ولا في مكان تاني فكل يوم شايفها فسيدنا يوسف هنا بيتعرض في ابتلاء وامتحان واختبار عظيم الرابع والأهم إنها كانت السيدة بتاعته يعني ليها عليه ولاية هو شغال عندها أو هو قاعد في بيتها فالمرأة دي كانت سيدة لعزيز مصر أو زوجها لعزيز مصر وهو يعمل عندها ففي النهاية كده كل الإغراءات دي تحقق سيدنا يوسف إغراءات كثيرة من ضمن الإغراءات أيضا أنها عزمت على مرادها ده هي صممت صحيح حتى الدلع لك ده إيه غلقت الأبواب وده إغراء ومن ضمن الإغراءات أيضا قالت هيت لك صحيح تهيأت لك وتزينت واستعدت لك حتى في القرآن شوفي التعبير القرآن الدقيق ولقد همت به وهم بها أفضل تفسير في هذه الآية همت به هم إقبال وهم بها هم إدبار كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين عندنا كمان إغراء تاسع وصعب جدا وهو الإصرار عند هذه المرأة على أنها قدت قميصه من دبر يعني أطعت الأميس كان عندها إصرار يا مولانا على أن المراودة لازم تنتهي ولازم يوسف يوافق فلما أعرض عنها وجري منها أصبحت مصرة على محاولتها وفي النهاية ما كان منها إلا أن مزقت قميصه من الخلف وكانت هذه شهادة عليها لا شهادة لها وكمان هددت سيدنا يوسف تشوف تقول له إيه لإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغرين هو اختار السجن قال مش مشكلة السجن عندي أحبي مما تدعونني إليه ده أنت كمان حضرتك قلتنا أنها عررت الأمر على النسوة اللي هم بتوع مصر وجمعت البيروقراطيين في المرحلة دي إنما هنا فيه إغراء صعبة أول وهو اعتراف امرأة العزيز بتقول لهم كده في وسط الجلسة اللي هي عادة فيها وقدام النساء كلهم أنا روضته عن نفسي ولإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن يعني هنا لم تيأس من مراودة سيدنا يوسف عليه السلام وقالت لا أنا بهدده ولو ما عملش اللي أنا عاوزاه هسجنه ولإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصغرين ده الإغراءات كثيرة من ضمن الإغراءات أيضا يا مولانا إن امرأة العزيز كانت شديدة الجمال كانت يعني فاتنة الجمال صحيح إن امرأة العزيز هي السيدة لها المنصب إن امرأة العزيز يعني ضغطت على سيدنا يوسف في هذا الأمر وسيدنا يوسف غريب والغريب لازم يتمشى مع المكان اللي هو فيه إلا أن يوسف حفظه الله سبحانه وتعالى وعفه الله سبحانه من أن يقع في هذه الرذينة سبحانه من عصم يوسف عليه السلام حتى تحت واقع التهديد والسجن ولم يعطي لنفسه رخصة إنه يقع في الفاحشة والإثم ولكنه صار عفيفا ولم يضطر إلى إكراه المكره ولكنه في النهاية صار بعفته يرتقي إلى ربه سبحانه وتعالى ودي قمة العفة عند سيدنا يوسف إن سيدنا يوسف استبق الباب أراد أن يهرب أن يفر منها مع أن الستة كانت جميلة وصحبة منصب وزاد جمال والمكان اللي هي فيه يدعو إلى ذلك وعمره كشاب عمر مناسب لأنه في المرحلة دي ليس صغيرا وليس طفلا وإنما شاب فتي يعني عفي يستطيع أن يقع في إغراءات الشماء فمولانا أن عفت سيدنا يوسف دي حصل هذا الموقف مع شاب من أمة سيدنا النبي شاب ماشي فيهم في الطريق فرأته امرأة جميلة فافتتنت بالشاب وأخذته إلى بيتها وهيأت البيت وهيأت المكان وتزينت ويعني أغرته بكل الإغراءات وأرادت أن تراويده عن نفسه الشاب استعصم أن لها أخاف الله رب العالمين فأبت وقالت إن لم تفعل سأفضحك وأفعل بك كذا وكذا الشاب فكر قليلا ألا طيب أريد أن أدخل إلى الخلاء فدخل الشاب أعزك الله إلى الخلاء فأخذ من الغائط ولطخ نفسه لطخ وجهه ولطخ جسده ودخل إليها فلما رأته المرأة قال تغرب عن وجهي فعلى هذا خوفا من الله جل وعلا فلما خرج قذفه الصبيان بالحجارة وقالوا أنت مجنون كيف تفعل هذا فلما نام رأى في المنام أن جسده يفوح منه المسك فلما سئل عن ذلك قيل له لأنك منعت نفسك من الحرام وعففت نفسك فطيب الله ذكرك في الدنيا والآخرة نقول لكل الناس والأم تسدنا النبي اللي قالوا الإمام الشفعي عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنادين إن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من زنى يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهل يعني إحنا منتكلم عن حوالي 18 إغراء حصلت في قصة سيدنا يوسف إلا أن قمة العفة تتجلى في هروبه واستباقه للباب وجريه نحو الباب فلم يكن هروبا من المرأة نفسها إنما هروب من الدعوة المجرمة التي وجهته لها امرأة العزيز علمتنا العفة من قصة يوسف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أهلا لهذه العفة أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر والتقدير شكر موصول لكم يا سيدنا بس أنا أعز حاجة أعز حركة عزيمنا على الصحور النار تحت أمرك يا سيدنا إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى سيكون صحور له مذاق وطعم خاص إن شاء الله مع شيخنا الجليل يوسري عزيم الشرف لنا يا مولانا أشكر حضرتكم جزيل الشكر والتقدير هذا ما قدمناه بعض من قصص القرآن أحسن القصص والتي جاءت في سورة يوسف عليه السلام هي قصة كلما عرضناها كلما استمتعنا ولذا أردت أن أستمتع بصحبة شيخي وسيدي اليوم في صحور جميل في هذه الليلة المباركة وأتمنى لحضرتكم صحورا موفقا وصوما مقبولا وإفطارا شهيا ومن أراد أن يترك في الناس علامة فليتسحر جيدا ويقابلهم وفي وجهه ابتسامة ها هو محمول الأبيد يحييكم ومن على منبر قدوتنا أقول لحضرتكم في أمان الله ومع السلام هذا البرنامج برعاية مؤسسة المهند للأعمال الخيرية صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر وسلام الله عليك يا حبيب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة